في إطار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا كوفيد 19 حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين ومنع انتشاره أكدت وزارة الصحة أنه تم فحص 1977 شخصاً قادماً من إيران والدول المبوءة وقد تبين سلامة 1930 شخصاً وخلوهم من فيروس كورونا فيما يخضع 47 مصاباً للعلاج وهم جميعاً في حالة صحية مستقرة وأضحت وزارة الصحة بأنه وضمن 47 حالة فقد تم تشخيص 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا اليوم وهي لثلاث مواطنات بحرينيات ومواطنين اثنين بحرينيين ومواطن سعودي كانوا قد وصلوا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي ليصل العدد إلى 47 حالة مصابة وقد تم نقل الحالات الست الجديدة إلى أحد المراكز الخاصة بالعزل لتلقي العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف طاقة من طبي متخصص فور تأكيد نتائج التحاليل المختبرية إصابتهم بالفيروس وعفادت الوزارة أنها تواصل جدولة الفحص لمعاينة 2292 من المواطنين الذين عادوا من إيران خلال شهر فبراير قبل إعلان إيران تفشي الفيروس بمدنها كما أن الوحدات المتنقلة للفحص المجهزة وفق المعايير الطبية المعتمدة استمرت اليوم بإجراء الفحوصات اللازمة لهم في مناطق سكنهم من قبل فريق طبي مختص وذلك بأخذ العينة للتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بالفيروس وأكدت الوزارة أنه يتم تزويد المواطنين ممن يتم فحصهم بكافة التعليمات والإرشادات التوعوية لضمان سلامتهم ويتم منحهم إجازة طبية مدفوعة الأجر لمدة 14 يوما كما تتم أيضا متابعتهم من قبل فريق طبي مختص لضمان صحتهم مع التأكيد عليهم بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية المتمثلة في الحجر المنزلي لمدة 14 يوما كما أشرت وزارة الصحة إلى أنها تواصل إجراءاتها المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس في المملكة من خلال ضمان متابعة جميع القادمين من الدول الموبوءة لمدة 14 يوما من قبل فريق متخصص للتأكد من خلوهم من أي أعراض والتزامهم بإرشادات العزل وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا كوفيد 19 بحسب المعايير أوصت بها المنظمة الدولية وهي منظمة الصحة العالمية اشتركوا في القناة